موسيقى السلام و مرحبا بكم من الناس لكل في الحلقة العاشرة من برنامج يوزع يورو اليوم في الحلقة ريه بش نحكيه و عزوز مقابلات مقابلات نبيات المنطقة بهولندي و منطقة بتشيكي لان دامت معاني كأس تونس نكي عليها بشكل عاب نحكيه عن بعض نقاط ، متعداد مباشرة للتحليل المقابلة المهمة وهي المقابلة التي كانت اليوم بيات المنتخب البلجيكي و المنطقة ببرتوغالي والمنطقة ببرتوغالي يتأهل إلى الدول القادم و المنتخب البلجيكي يودع مصابقة بالأسطورة تيسانو رونالدو يودع مصابقة من دولة 16 اليوم سراحتان المنتخب البلجيكي كان أفضل من ناحية الأيدي ولكن الكورة والحرب يبتسمون منتخب البلجيكي إذا كيف يشكله بشكل عام على المقاررية فهنا نقوله المنتخب بلجيكي العاب بخير ولكن المنتخب البلجيكي هو الانتصر والمدار المارتينيزيو معرفش انه حاش المقابلرية وعرفش انه يععم بالضبط كيف يشتعام مع المقاررية وخاصة سيارة المقابلرية كيفاشنجم يخطف هدف في آخر الشابط الأول عن طريق الليعب ترق نازار وفي المقابلة الأخرى سراحتان المنتخب التشيكي يفاجئ الجميع وي plaisبت مرة أخرى لقضية مستواجئته في دور المجموعات مش بذرور يترشح المنتخب التشيكي بأداية متوارع في دور المجموعات ولكيه الهولندي بأداية قلب البلجيكي تعرض � nhiسive conocеры والمنتخب الحولندي بأداية قربت في دور المجموعات وبالضبط نعپovers وياخد من دور 2016 تقريض المنتخب الهولندي من أحسن المنتخبات المجموعات ولكن المنتخب التشيكي عطف كيفاش كيف yang تصرف إليه مقابله وانتصرت نيسفها على المنطخب الهولندي والمنطخب الهولندي بالرغم انه عنده باسة نجوم في الجيلة الثانية تقريبا هو احسن جيل في المنطخب الهولندي لينيه منذ عام 2014 ومنطخب الهولندي مارب بازمة 2016-2018 ولكن نحكيوه توا 2021 تقريبا هو احسن جيل منذ 2014 مارب من منطخب الهولندي ولكن الجيلة الثانية يخرج من دول 2016 لان نشوك انا نحكيوه اكثر على مقابلات هذو ما انا متشربوا نيجشين واجهن فيديوه اخليكم تروا مع التفاصيل اذا نحكيوه شوي على مقابلات المنطخب الهولندي والمنطخب الشيكي المنطخب الهولندي بالرغم انه كان منتخب من افضل منتخبات في دول المجموعات ولكن نوضع مصيب قريفي دول 16 في اولى مفاجئات دول 16 البيئر حريرنا منتخب الإيطالي انتصار بالصيف على المنطخب النيساوي في حيث اضافية ومنتخب النيساوي تشبث برشا اليوم منتخب الشيكي يوفير الجميع وانتصار على المنطخب الهولندي سراحة انا نتفاشت المقابلات كي مقتلك من نجم تحللها تكتكيا ومن نجم نحكي عليها برشا تفاش فقط في الهداف شوي مراخصة على المقابلات هناك النجم نقوله معناه في الاخير نجم نقوله لك المنتخب الشيكي عرفت عم المقابلية بدفاع صالب نجم الهزم منتخب الهولندي ومنتخب الشيكي من الاجهي اخرى كان هجوم ممتاز يعني ما نقولهش المنتخب الشيكي جاء ربعاكان على الدفاع ولكنه من لاحي الهجومين لهم كان ممتاز خاصنا مع فاتريك الشيكي وبرس العبين وقرية كانوا ممتازين من ناحية المنتخب الشيكي اليوم فجأن المنتخب الشيكي سراحة في اليورو هرية بيتعاد ضد المنطخب الكرواتي وانتسار ضد المنطخب سكوتلندي وبعد يناه نضد المنطخب الإنجليزي الهزم ولكنه في الأخير يقدم اليورو ممتاز بسعود وإداء ربع نهاية مناهي بشوف ربع نهاية باية المنطخب تشيكا ومتخب الدنماركي المنطخب الدنماركي تفتحت له أكثر الظروف بشأنه يمر نصف نهاية لأنك عملنا نظر على مسال البوتولة من لا ولا حظى المنطخب الدنماركي بشي يعترض في طريقه وكم הכ 하루 يعتبره المنطخب الدنماركي بالتوك يا انتاد ميب startup ميبطال ي نصف نهاية تحيكا كيما لا توقع عبارة ابنية طليل المنطخب الدنماركي الب hab explanation ميبطال سيكون العملين بنجد المنطخب الشيكي بها المنطخب البعض للمنتخب البلجيكي اللي ريان تصرب واحد سفر بها دفء اللاعب تورج نازار إذن المنتخب الفورتغالي والأسطورة كريسل رونالدو يودع هذا السباق وتقريبا ما نعرفوش إحنا ولكن من اسمة كبيرة هذي هو اخر يورو لأسطورة كريسل رونالدو تقريبا ما هو شيش الك في اليورو القادم إنه إذا كنت بجيبوا نحسبه اليورو القادم يكون في 2024 كريسل رونالدو وقت يكون عمره 39 سنوات كريسل رونالدو وقت اخر يورو له من دول 16 إذا كنت نحكيه اليوم عن مقادرية ومستوى امتاحها فإنه مرحلش مقابلة مستوى عالي إذا كنت نحكيه أغلبية المقابلة المستوى الفاني انت مقابلة ما كانت كبير برشة إنه ستريت ماتش خير بياسر من الليلاته اليوم لأن الفريقين كانوا حظرين برشة في التعامل مع المقابلة وخاصة المنتخب البلجيكي وصوبة المنتخب البلجيكي والأسطور بعتمد عليه مارتينيز بعض المنتخب البلجيكي بين المنتخب البرتوكالي إن ان يتقايم مع الأديها بصفة عامة البلجيكي لاعبت خير بياسر من بلجيكيا ولكن لا تصبح لعب خير الكرة تنصف إليه في أجل كثيرة أشكرا عرفت جاسر مفرش أنا ، لنقب المنتخب بلجيكي جيتوا فرصة جسمها بين المنتخب بلجيكي جيتوا على برشة بفرصة ولكن لم تسميها غابة اللمس الأخير والغابة المسة قبل الاخير للمنتخب البرتوكالي مع عام تياز كبير لقلوب دفاع للمنطخب البلجيكي إذا كل يوم مش تحكيوه على فرتوغن وآلدر فيراد واللعب برميلان فإنهم اللاعبين رموا من ناحية دفاعية استبسلوا في الدفاع المرمائهم وقدموا وقاب لكبيرا برشا بيوم خيالات المنطخب البلجيكي يمروا للدول القادم حتى اللعب توماس ميني إذا لم ناحية دفاعية قدم أداء جيدة من ناحية الهجومية كيف كيف نلقاوه سهم موسيبة كبيرة إذا لم يختار أجل المقابل لأنه نختار ألاعب توماس ميني على إدارة قدمه خلال المقابلة سواء من ناحية دفاعية ومن ناحية الهجومية فإنه اليوم كيف نجم مقابلة حسب رائعيانا قدم مردوله امتاز وكان سبب رئيسي في تأهل فريقه إلى الدول القادم المنتخب البلجيكي سراحة كان منظومة واستويه كان جاي ولكن كان من بعض عناصر ما قدمتش إداء جيد وما قدمتش لترنمها في اليورو مثلا لاعب ديوبو جوتا في اليورو كان لديه شيء كبير اللاعب اريك كان لعب سيئ في اليورو في أربع مقابلات لعقاته المنتخب البلجاري ما قدمش شيء كبير مثلا زيدة شكو جوتا فليكز تخلي في آخر مقابلات فقط انتظرنا مسيمة كبيرة للعب اريك ولكن نلقاه يدخل في آخر المقابلات فقط برناندو سيئ في مقابلات اليوم ما كان حضر برشة معناه نحكيه عن اليوما شكوه في كاريرو المنتخب البلجاري نحكيه عن ناتو سانشيز ديرو كان به برشا المتخب بروتغاري واللعب ناتو سانشيز يقدم مستوية جيدة في اليورو ويستحق اللعب ناتو سانشيز ان يلعب في يند كبير لاحظوا اللعب دالو اليوم من ناحية الوجومية قدم عدود ومتاز الظاهير لعيسي ميلان قدم عدود ومتاز برشا اليوم من ناحية الوجومية خاصة اذا كل ما عنه اليوم نشوفوا قايموا ايدينا من خبتغاري كما قلت لكم كمنظومة كان جيد وليت كافراد فما برشا افراد اذا نحكي تكتكين عن المقابل الهري ونحكي عن تشكيل انزل به المدربين المدرب مارتينيز نزل المقابل الهري بتشكيل 3 اربعة ثلاثة معناها تشكيل هو فيديو يحفظ عليه ولكن مع بعض التغييرات في الاسماء اللحظة كورتوات حاسم المرمى كقلوب دفاع فير مالينكا اخذ دفاع مركز يمعنا على يمين نلقاو اللعب لدير فيليد وعلي سار نلقاو اللعب لتوغن في وسط المايدان نلقاو ثمنعية فيتسل وبجانبه اللعب تلمانز كان الراهر ايمن اليوم اللحظو مني كان الراهر ايسر نلقاو اللعب تورج نازار في الهجوم اليوم التقار الاعتمار على ايد نازار و لوكاكو واللاعب كيفين دي بروين كان عده حركه كبيرة هو فيديو يوم كان كاوسط مي دان هجومي او ما يتحرك وما يتجيش بمركز الراهر ايمن كان الراهر ايمن بلدرد نسمى مضاربة سانتوس من المنتخة ببرتريغاليا تتخلى المقابل الى بتشكيل 4-3 بالاعتمد على فاتيسو كعاس مرمى في قلبه يدفع روبين دياز واللاعب بي كراهير ايمن اللحظة تواجد اللعب دالو في وسط الميدان اللحظة بالينياك اللعب التكيز اللي هو مقر الاستغناء على اللعب دانيلو بيريرا في مقابلة السابقة ضد المنتخب فرنسي فانه تخلي بالينياك في الشوط الثاني وكان يقدم مقابلة كبيرة اللحظة تواجد موتينو ريناتو سانشيز في وسط الميدان في الوزوم كريستانو رينادو كراس حربة على اليسار لقاء وقال لعب ديكوزوتا وعلى يمير لقاء وقال لعب رينادو سيلفا إذا كانوا بتشكيلوا من الناحية التكتكية على المقررية فانه الشوط الأول كان متكفه من الفريقين اللي على حدود معناها كل الفريق كان مستحور على الكورة بالجهة والفريق الأخلي تجعل الدفاع إذا كان لاحظتم المقررية كان فيها حضارة دفاعي مبلغ فيه من فريقين سواء المنتخب البلجيكا ومنتخب برتوغالي إذا كان منتخب بلجيكي يستحول على الكورة فانه المنتخب برتوغالي يتراجع الدفاع بشكل كبير معناه يساكل كل شيء منتخب برتوغالي إذا كان لاحظتم برنادو سيلفا يتراجع الدفاع ويشكل خط مع اللاعب يوسط الميدان وكيف كيف اللاعب جوتا يتراجع العجيه الوسرى ويشكل خط مع اللاعب يوسط الميدان معناه المنتخب برتوغالي تقريبا يتحول اللعب بتشكية الـ 41-41 خلق لي كينكسل رونالدو في المقدمة و باقي اللاعبهم كله متراجعين و يحاول يقوم كل المنافذ للمنتخب البلجيكي المنتخب البلجيكي من ناحية هذا مرقش بشي حلول المنتخب البلجيكي أطلت الفريق مريف عدد للدفاع مرقش حتى حال سراحة المنتخب فقط كيف عملك؟ تفاق يطول كرة بتجاه اللعب لوكاكو مع القيامة ليحقوق حلول الفعالة من المنتخب البلجيكي لم يقدم شيئا كبير لمنتخب بلجيكي من ناحية الوزومية فهما شوية تحركات تصيروا في اسم الميدان ولكنه لم يكنوا كافيين قلوب دفاع المنتخب بلجيكي كان حضرين كافيين متوسطين الميدان خاصة باريني اليوم كان حضر باريني عمل بشرة فرطية لعب باريني ولكنه كان ممتاز لمادر متاعه من ناحية دفاعية سكر بشرة على لعبي المنتخب بلجيكي المنتخب بلجيكي ملقاش متنافسين في اسم الميدان اذا كانت لاحظتوا بالرغم من كثفة لاعبي اسم الميدان للمنتخب بلجيكي اليوم كانوا قيد نزار والليعب دفاعيني يتحركوا في اسم الميدان ويحاول عمل ثنائية مع لعب لوكاكو كلما يتحركوا في اسم الميداني تلقاء لاحظوا لاعبي المنتخب برطوليا يتكثفوا عليهم برشة ويحاول يسكروا عليهم برشة ما يخلهمش حفظة فرصة وبفرصة المنتخب بلجيكي اذا كانوا لاحظوا خطوانة كبيرة في الشوط الأول لحظ ناعط له كالكورات العالية جي من لعب تلمانس باتجاه مليمي لأن تلمانس كان عنده خبرة كبيرة في كالكورات العالية مستثبت عن معاندة السلسيتي نشوف فيه يقدم مثلا هذه عروض اليوم في المقابرية مع تلمانس كان يقدم بشكلات عالية باتجاه اللعب بينيه على جهة اليوم واللعب بينيه يحاول يتجاوز شوية اللعب غيريرو اللعب غيريرو ما يكونش جيد من ناحية دفاعية فيه قلنا يقبل غيريرو من ناحية دفاعية لا يوجد لاعب بيهبار لكن من إحلي الهجومي يعد لعب جيد لأنه كان يوم عنده فرصة اختيرة كرة على العهضة كل يوم تلاحظوا منتخب بلجيكي نعد بتعليه حول بشكل كبير في الشرط الأول نحكيه معناه على المنتخب بلجيكي منتخب بلجيكي أو كريتوه يستحور على الكرة ولكن يدون فائدة كبيرة المنتخب بلجيكي كيف يستحور على الكرة منتخب بلجيكي تجعل دفاع لأنا لاحظتوا حذر كبير من فريقين كل فريق متحذر لسياندو الفريق الونيش فليس رغط عالي ليس سانتوس ولا مارتينيز قالوا اعتمد على الرغط العالي كل فريق هم يتحفظ الأعلى حدود وشكون يختف هدف بالاخير المقررية متاع شكون يختف هدف شكون اختف في الهدف الري اختف في الهدف الري منتخب بلجيكي ومنتخب بلجيكي وبعد ترجع دفاع وبقاء يدفع تلت تلت شوث ثاني إذا كلا حكيوا عن منتخب بلجيكي من ناحية الوزومية في المنتخب بلجيكي من ناحية الوزومية اعتمدت شوية على كرات عالية بتجيكي لسياندو أو الهكاية معها شوية سعود برناندو سيلفا و جوتا مع محاولة التحركات وخاصة الريانتو سانشيز اللي كان يقضي في مكسيندة كبيرة سويا في الاختراقات متاعه ريانتو سانشيز سرحتان يفكر اليوم باللعب نقوله كانت على المستويات القدمة في المنصبري مع تشيلسي نقوله كانت ريانتو سانشيز كانوا صراحة عنده ناس بروفيل ريانتو سانشيز اليوم كانت عنده دار كبير سواء في العميات بين هجمات المراكز للمنطخب بلجيكي كان يحاول يحتلق شوي وكان يحاول يعمل شوي تاميراته مراته يحاول يسرد على مرمى الحاس كورتوار ومن جيه اخرى في المراته في الهجمات المرتددة من المنطخب بلجيكي كان يختلق ويتجيوز والتوارس المايدير من المنطخب بلجيكي فانو تلمانس وليعب فيتسل اليوم قد شماله يلقاهوا اللعب بلجيات سانشيز في مراجهتهم ودما يتغلب عليه في المجال المباشرة البدنية لجيات سانشيز ويتغلب دما على فيتسل وليعب تلمانس دما تشوفوه يجري دما تشوفوه يقاطل على الكورة يحاول يعمل كالترونزيسيون والانتقال سريم الانتقال سريم الديفاع الوزوم كان يقوم به في المنطخب بلجيكي لاعب من سانشيز اكيد تعليف مقابل السرقة هذ اللعب والي هو مزيد ان اكد عدده روطيه الكبير اللي قام فيه المنطخب بلجيكي وكما اقول لكم هذ اللعب يستحق التواجد فندي كبير لكن في الاخير المنطخب بلجيكي سجل دف اول كورة عالية كما اطلقوا المنطخب بلجيكي اعتمد برشع الكورات عالية بتيجا لوكاكو لوكاكو تعرفون انتم معناها وحشوا الكورات العالية معناها نجم يجيب الكورة عالية ويضرب ويعمل كل شيء يتفاكلوا الكورة لكاكو يخي الكورة معدي برون معام يوني يحط كورة لعيات طورق نزار طورق نزار بفنيات عالية يحط الكورة في مرمال حاس باتريسيو ويمضي الهدف الأول للمنطخب بلجيكي هنا المنطخب بلجيكي وبرتناز ينفذ البلوان متاعه بشكل وارح أنه مرتنيز عرفش انه حشو مقابل ريه واخذي اللي حشو مقابل ريطة يا هنبي عاردي فيه مرتنيز يحب يعرف على العرفة بعد سجل الهدف الأول إذا كنت أضعوا منتخب بلجيكي أعبر دفاع واضح المنطخب برطرقية سيطر بطول العرض المنطخب بلجيكي كثير من ترجع من ترجع منتخب بلجيكي ترجع في شكل كبير مع محاولة الاعتمادات الرجمية المرتدة و خاصة الكورات العالية تلعب لكركو لكن المخصص الكبير يجب منتخب بلجيكي و الجحب بشكل كبير بل منتخب برطرقية مرمى لحاس كورتوا كورتوار كان عملت صديقة حاسمة اليوم إذا كان نلاحظه مع برشة امتياز للقروب الدفاع منتخب بلجيكي كما احكيت عن اليوم في المقدمة لاحظنا اليوم توزيعات برشة جيمان غيرير والجيمان دالو واختراقات من وسط الميدان وتحركت كليسان رونالدو كليسان رونالدو قد شمارة كان يتحرك لسط الميدان بشي يحاول ينشط شوية وسط الميدان نلاحظنا في بعض الأحيان ريتميتيح مثل المتخب بلجيكي كما يتحرك لسط الميدان ويحاول يلقى حلول ويحاول نشط الهجوم مثل المتخب بلجيكي وما ينسوش مدافع المتخب بلجيك كانوا يمتازوا بطلق متر معنا نحكيه واحنا هناك مدافع المتخب بلجيك كانوا يبعدوا كورات العالية للمتخب بلجيكي معناه ملاحظنش كليسان رونالدو يعني كالاتيقة هاتم تعال عادة ويحط كورات بالرأس أخير ترى اليوم قلوب دفاع المتخب بلجيكي كانوا طويل القامة وكانوا قويين برشا وكسحين برشا اليومه ما خليوش حد شيء يتعدى في منطقة جازع ما بينما المتخب بلجيكي يحاول يضرب المرتدات مرات أخرى ولكن لاحظن اليوم سرعتان المتخب بلجيكي أزمة كبيرة يعيشها المتخب بلجيكي تاو في الإصابات لأنه لاحظنا إصابة اللعب بلجيكي وللاحظنا إصابة الآذر فينس المقابلة وبعد لعب الآذر زي تعرض لإصابة مع رخض الشرطاني لمستوى الفاخذ نحن لاعبين يضرب المعانينة من الإصابات مع فراقهم أو مع المتخب بلجيكي تاوى نشوف المتخب بلجيكي في شعب مع المتخب الإيطالي في المواجهة القادمة لأنه إذا كان يمشي غيب على اللعبين يضرب عليه بسراحة تولي أزمة كبيرة للمتخب بلجيكي اللعبين ذو قيمة كبيرة في المنتخب ولكن غيابهم شي يعتبر مشكلة كبيرة إذا كانوا لاحظون فما برشة فراش جاءوا في آخر المقابلة المتخب البرتوغالي التشويق حضر برشة في آخر المقابلة لأنه في آخر المقابلة وقيدت هجمية المراكزة للمتخب بلجيكي قريب المرطديركي كانوا يختير اللي يلاحظوا دول قوي بلجيكي بيات اللاعبين لوكاكو واللاعب بيباي اللاعبين رومزوز معنا نتعرفهم اللاعبين لا يراحبونه من ناحية التداخلات البدنية للاحظنا دول كبيرة بياتهم رومزوز المنطخب بورتوغالي قادي هذا الدو بيرو كان قريب من تلجيل ولكن العادة تم ناهر اللاعب ولكن في الأخير المنطخب بورتوغالي عمل كل شيء والحظ ما أنصفوش والمنطخب البلجيك يتعاطف مع الحظ بشكل كبير اليوم إذا كنا كتو على هذه المقابلة ولكن تغيرت على المدربين جاهد في الأخير نحكي واحنا مثلا المدرب سام مارتنيز على تغيرت وكل كانت في بداية الإسرانة دخل اللاعب مارتنيز ما كان اللاعب كيفيندو بيروين ودخل اللاعب كراسكو ما كان اللاعبها زاد نصف المنطخب بورتوغالي فإنه دخل أدري سيلفا ودخل كيما رحظت أوليفيرا ودخل جوان فليكس ودخل اللاعب برون فرنديز برون فرنديز حبيت تنحكي عليه في اليورو هرية سراحة أن اليورو هرية كان سيئة جدا بسبب عليه في المقابلية برون فرنديز دخول متاعه ما كان السيئ لأنه عمل برش توزيعات حاول برشا لعب رون فرنديز إذا كانت متاعه ما كان السيئة ولكن مجمع اللحظة اليورو هريكا المحتجم من برشا لهذا اللعب مع جوافليكس لما كان قدم شوية اضافة سراحة جوافليكس وحتى عدري سيلفا قدم شوية اضافة ولكن في الاخير رابط لمس الاخير على المنطخب بورتوغالي المنطخب بالجيكي الأهل يدار القادم ولكن المنطخب الإيطالي بين المنطخب بورتوغالي يودع الموسيقى ندار السلتاش البطال يودع الموسيقى ندار السلتاش كما تلاحظوا إذا كنت نوصل لنهاية حلقة ذات الشابوني للشاين واجهين فيديو سبعة الاخير سكونا نتلقاه في مواعيد رضي اخر